ونشوف ايش بده مننا خلينا شوان يتناقش فيه عشان تعرفوا تكتبوا تعبير اقرأ الرسالة الاتية من اخت لاخيها الذي يكمل دراسته خارج الوطن رسالة بدنا نقرأ هذه الرسالة ونشوف ايش اهم عناصر الرسالة اذا تعبيرنا اليوم هو عن الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم اخي الحبيب منذر تحية عطرة ابعثها اليك وبعد استيقظت صباحا فوجدتك في خاطري ووجدتني استعيد خلال لحظات كل الذكريات الجميلة بيننا لعبنا تحت الدالية لعبنا تحت الدالية وتراشق الماء في ايام الصيف الحر ووجدتني اسمع صوت امي وكأنه الساعة وهي تطل علينا من نافذة غرفتها في الطابق الثاني وتنادينا حتى تطمئننا اننا بخير اخي الحبيب يعني هي بالذكر في ايامها في الايام الجميلة اللي عاشوها ما بعض كأنه هلا مسافر اخي الحبيب جميعنا بخير ومشتقون اليك كثيرا ما زالت الدالية تورق في الربيع وتطرح عناقيدها في الصيف لكن طعم العنابي معك ألذ وأطيب ومتزال أمي تطل من النافذة لكن خوفها علينا في غيابك صار أكبر لقد ازداد الشيب في رأس أبي وكثرت التجاعد في وجه أمي لكنها صارت أجمل أخيرا أخبرك يا أخي أننا بخير أنا أفتقد وجودك أفتقد وجودك فأكمل دراستك وعد لنا سالما أختك غنى تمام الأربعاء 13 سبعة 2016 واضح؟ طيب لأنها هي رسالة أخت مشتاقة إلى أختها راح يكمل دراسته بره وبالتالي بتحثه برسالة عن الأيام الجميلة اللي عاشوها وعن أمها وعن أبوها واشتياقهم إله فبحكي لك هون لاحظ أن الرسالة السابقة تتكون من ثلاثة أجزاء إذا نتعرف عن أجزاء الرسالة يعني أنت مثلا إذا حابب تبعت رسالة رسمية أو رسالة يعني أخوية هيك ودي لأخوك لمثلا ابن عمك ابن خادتك في السفر بدك تلتزم بثلاث أجزاء البتء بذكر المرسل إليه وبعض عبارات التحية إذن أول إشي تمام بلش في بسمرة وذكر اسم المرسل أو عفوا المرسل تمام المرسل إليه أخي الحبيب منذر إذن هاي أخوها منذر وبعض التحيات التحية عطرة أبعثوها إليك فبالتالي بعض عبارات التحية إذا ملشنا باسم المرسل اسم المرسل إليه عفوا وبعض عبارات التحية طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة